اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكاتب يكتب بغزارة لكن حتى هذه اللحظة لم انا تكريما من اي نوع من السلطات المعنية ولم احصل على اي من حقوقي حتى هذه اللحظة مغبونا مظلوما ابحث عن من ينصفني ولو قليلا طيب ايش تشتغل ايه هل معك شغل ثاني قبل الشائر والرواية والبحث والبحثات اللي تسوي اعمل في اعمال متقطعة في اي عمل انا موظف اصلا في التراث والتنمية الثقافية في صندوق التراث والتنمية الثقافية لكن لا في صنعاء ونازحنا بسبب الحرب اما هنا في تعز فاتنقل من عمل الى اخر بحسب الضرورة او بحسب ما اقد فتارة اعمل حتى في ورشة للنيجارة وتارة اعمل حارسا وتارة اعمل مدرسا وتارة اتعاقد على اعمال شعرية او قصصية انجزها هذا الشغل لك يعني في مواسم نادرا ما ياتي اتقطع لكن لله الحمد لله الشكر ساكن هنا في بيت ايجار انا سمعت منها بسبب تراكم الى ايجارات عليها كم الى ايجار في الشهر ستون الف ريال كيف تسوي لله الحمد والله الشكر يأتيني بعض المال الذي اسدد به الى ايجار لكن حدث وان مررت بازمة شديدة ايش رايق نتكلم باللغة العامية حسنا كما تريد قلت لي يعني بعض كم عليك شهر الى ام متراكمة عليها مئتين واربعين الف ريال الف ريال او بالاصح هي مش عينتين واربعين هي بتكون ستة شهور ثلاثمائة وستين الف ريال وملزم بالخروج وابحث الان عن شقة قديدة كيف تصرف على نفسك وعلى اولادك كم معك اولادك لديه ثلاثة اطفال يعني ابراهيم وزينب وعائشة هذا ابني ابراهيم تعال ابراهيم تعال تمام لا بنتي هناك فوق هذه نايمة صغيرة عائشة عمره اربع سنوات وزينب عمره سنتين كيفك ابراهيم؟ الحمد لله كم عمرك ابراهيم؟ 16 سنة تدرس صف كم؟ سابع همشي طيب اشتيك كده يعني تعطيني قصيدة من قصايدك او اقرب قصيدة الى قلبك توصف فيها وضعك هذه قصيدة ذروة الدهور عن غزة قلت فيها كتابتي اليك بعض قصتي وبعض ما ارى وكل زهر ثائر بحديقتي ودمعتي اليك رحلة السماء وكل جرم مرهف رأى اتى كفيك كي يقبل السناء حتى يكون غاية لأجلها تكون آيتي لأجلك الزيتون ينزف بدربك الضياء يعرف بكأسك الزمان يرشف لجرحك السيوف تنطف فكيف سار عصرنا يعود كي يكون حجه اليك طوافه الفناء وبيته البقاء وكل حكمة يسير اهلها على تراب عبرتي ارى ارى لكي تقول غزة الرؤى حديثها الكونية في القوة لكي تخور كل قوة هي غيرها في خطوة السوى لكي يقول كل كائن في وصله الضياء حكاية الربيع والشتاء وجمرة الفضاء انذاق حرقة الجوى فهام ثم هام وكلم الكلام وعانق الحروب والسلام وأوقد السهاد والغرام بألف جذوتي فهل اكون او لا اكون وهل تنال معبدي بريبة الظنون عواصف الهباء لكي اسير نحو غزة احتاج ألف قصة ودمعة وعبرة وحجة احتاج ألف ثورة في ماء جدماء هنا تكون غزة حتى تصير دمعها العيون ويصبح الشجون رحلة لكعبة الفتون لكي يكون يوسف المحزون وحبه المجنون بوابة الحروف والهوى هناك تكتب العصور سفرها ليحضر البهاء مدينة الفضاء فيكتب السكون والمسكون وتتابع المتون لهامشا لهامشا في آية او ذلة في خطوة او ضحكة او ضحكة في غير ارضها او بسمة في غير رملها حتى يكون عارف السماء نبوءة النهار في الف ليلة وليلة عن ذروة الدهور في غزتي صحر سانك يا شقاء اللي عرفته يا شقاء اللي عرفته ان الادب والشعر في هذي البلد ما اقلش عايش يعني تقريبا لكن في نهاية الامر نحنا عرب يعني ديوان الشعر هو ديوان العرب لا بد أن تكون هناك صحوة لغوية وصحوة أدبية حتى تكون هناك نهضة علمية لا يمكن تأسيس نهضة علمية بغير صحوة هائلة للأدب والشعر واللغة وللفنون المجتمع الذي ينتج أكبر كم من الأدب والفنون وبالتأكيد مجتمع ينتج أكبر قدر ممكن للنهضة العلمية طيب يا شقاء لو قلت لك الآن إيش أمنيتك أو إيش حلمك في هذا الوقت إيش تمنى والله أتمنى أطبع كتبي أمنيتي أطبع كتبي قبل ما أموت وتندثر يعني لأنه إن لم أطبعها لنتطبع من بعد يعني طبعته ستة كتب اللي هي حنين الفراشة وصديقه لشطر سماء وعلى مقهى النساء وللبحر قصة وحيدة وهكذا غنى العصفور وربعيات الحب وباقي معي تسعة عشر رواية وديوان لحد الآن لم يطبعوا حتى هذه اللحظة يعني ثروة هائلة هي في نهاية الأمر ثروة كل يمني وثروة كل عربي يعني ثروة العرب من الخليج إلى المحيط زي ما يقال وإن شاء الله سبحانه وتعالى تتحقق هذه الأمنية قريباً ونراها بإذن الله يا شقاء أول شيء الله يطول بأمرك وإن شاء الله يقي اليوم اللي تشوف فيه حلمك ويتحقق وتطبع قميع كتبك ويترتب وضعك وتعيش بسلام وتستمر في حبك للأدب وفي الكتابة يا شقاء أحنا في برنامج مشاوير معنا فقرة بشوار الخير نسلط فيها الضوء على الأبطال مثالك اللي مستسلموش للحياة واستمروا في حلمهم وفي طموحهم وحفروا الأرض عشان يخرجوا اللقمة بالحلال ويصرفوا عن نفسهم ويستمروا في هوايتهم وحلمهم فعشان كذا أحنا نقدم لك مكافأة بسيطة مبلغ 150 ألف ريال يمني مقدم ب برنامج مشاوير شكراً جزيلاً لكم ولي البرنامج والطاقم البرنامج هذا أقل شيء نقدر نقدم لك إياه شكراً جزيلاً ألف ألف مليون شكروا وأنا عاقز فعلاً عن شكركم وفرق الله عنكم كل قرب الدنيا وكل قرب الآخرة بإذن الله شكراً لكم أعزائي المشاهدين إلى هنا نختم حلقتنا اليوم مع البطل الشقاع اللي نتمنى أنه يترتب وضعه ويطبع كتبه ونقول لكم إلى اللقاء غداً في نفس الموعد على قناة اليوم اليوم في برنامج مشاوير